كشفت الأمم المتحدة أن إزالة كمية الركام الهائلة التي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عاما خلال مؤتبرا صحفي قال المسؤول الكبير في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بيير لودهامار قال إن الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية وأضاف أنه وفقا للتقديرات فهناك معدل فشل يصل إلى 10% في الأقل من ذخيرة أطلقت ولم تعمل ما يجعل الحديث عن حوالي 14 عاما من العمل ب100 شاحنة